أهلا بكم بكر وأنال أنت تتواجد بكر في منطقة دير شرف غربي نابلس وأنال في جيت اطلعون على الأوضاع في ظل هذه الإجراءات التي قام بها الاحتلال وإغلاق الشوارع من أجل قيام المستوطنين الإرهابيين بتنفيذ مسيرة في تلك المناطق أبدأ معك بكر تفضل نعم محمد أولا يبدو أن الاحتلال قد أرجأ أو أخرى المسيرة التي كان يعتزم المستوطنون إقامتها في مواقع مختلفة في محيط مدينة نابلس بفعل الدعوات التي انطلقت من القوى الوطنية وفصائل عمل وطني والفعاليات في جنوب نابلس وفي بلدات بيتها وحوارة وعنبوس وعورتها للتصدي لهذه المسيرة هناك تجمعات في شارع حوارة للمواطنين ولجان الحماية الليلية تحسبا لهذه المسيرة والتصدي لأي اعتداء قد يمارسه المستوطنين كما حصل على غرار الأيام الثلاثة الماضية من اعتداءات وحشية على المواطنين وعلى الممتلكات في هذه البلدة وأيضا الاحتلال عزز من إجراءاتها عسكرية في بلدات حوارة قبل قليل علمنا مصادر المحلية هناك أن جيش الاحتلال نشر مئة جندي إضافيين في المواقع المختلفة على طول الطريق الرئيس الذي يصل البلدة بالبلدات المجاورة بمدينة نابس كما أنه عصر هذا اليوم قام بإضافة مكعبات اسمنتية على مفرق سلمان الفارسي وفي مفترقات أيضا مختلفة من بلدة حوارة لمتابعة حركة المستوطنين عبر هذا الشارع خصوصا في ذن التوتر والاعتداءات التي زادت بشكل عنيف في الفترة الماضية ولكن في المقابل جيش الاحتلال يزيد من إجراءاته التعصفية بحق مدينة نابلس نابلس اليوم معزولة بشكل كامل عن محيطها من القرى والبلدات عصر هذا اليوم جلنا على الحواجز في نابلس الوضع مأساوي للغاية هناك طوابير من مئات المركبات كانت على حاجز جيد سرة أحد المواطنين قال لنا بأنه مكث على الحاجز ثلاث ساعات دون أن تحرك مركبة واحدة باتجاه الخروج من مدينة نابلس الاحتلال يمارس سياسة العقابة الجماعية بحق المواطنين في هذه المدينة حاجز بيت فريك العسكري أيضا واقع مأساوي للغاية مئات المواطنين يضطرون للمكوت ساعات طويلة عبر هذا الحاجز في ظل إجراءات عسكرية مشددة أيضا المدخل الجنوب الغربي لنابس المربعة أعاد الاحتلال التواجد العسكري على هذا المكان وحسب المزاجية يسمح بمرور المركبات من عدمها هنا في الخلفية حيث أنا تواجد هذا المدخل الغربي لنابلس هذا الشارع محمد من أهم الشوارع الحيوية في غربي نابلس كانت هنا في الأيام العادية حركة على مدار الساعة حتى ساعات متأخر الليل جيش الحتلال فرض على كل أصحاب المحال التجارية هنا والمطاعم إقفال محلاتهم وممنوع عليهم نهائيا أن يفتحوا هذه المحلات التجارية وهذا أيضا عبء إضافي يسعى الاحتلال إلى تحميله على كاهل المواطنين بالإضافة كذلك الأمر لعمليات عسكرية يشنها جيش الاحتلال في هذه البلدة عبر تفتيش عدد من المنازر وأيضا ملاحقة المركبات التي تحاول الخروج من هذا المدخل باتجاه محافظة جنين أو باتجاه محافظة القرقية والقرى المجاورة إما بالاعتقال أو بالاعتداء على المركبات نحن أمام حقيقة مسلسل على ما يبدو طويل من الإجراءات في ضوء تهديدات احتلال بأن يستمر هذا الحصار لأكثر من شهر وهذا يعني هذا عقاب جماعي لمدينة نابلس على مواقفها الوطنية وعلى تصديها الاحتلال واعتداءات المستوطنين سنتابع معك تطورات الوضع بكر إن كان في نابلس أو حتى في محيطها شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة نتحول إلى مرسلنا أنال الجدعى المتواجد في قلقيلية وتحديدا عند مفرق جيت أهلا بك من جديد أنا الأصورة لديك تكاد لا تختلف عن نابلس ومحيطها تفضل نعم مساء الخير لك زميلة والكافة المشاهدين يعني بالفعل هنا للأسف يعني الصورة مأساوية للغاية حيث نرى من خلال عدسة تلفزيون فلسطين عشرات السيارات التي تتكدس على هذا الحاجز الاحتلالي حاجز الذي يفصل بين محافظتي نابلس وقلقيلية ما يسمى بحاجز صرة وحاجز جيت هناك تواجد كثيف لجنود الاحتلال حيث يتم إغلاق مدخل مدينة نابلس ويمنع على المواطنين الخروج من مدينة نابلس يعني عطفا على ما ذكره الزميل بكر عبدالحق أن هناك يعني إجراءات تعسفية بحق المواطنين وبحق كل شخص يمر عبر هذا الحاجز حيث أن الاحتلال يقوم بتفتيش دقيق لكل المركبات الفلسطينية التي تمر عبر هذا الحاجز ذلك في سياسة للعقاب الجماعي لكل ما هو فلسطيني فيما يتعلق بالمسيرة التي من المتوقع أن تخرج من هذا المفترق مفترق جيت صرة باتجاه شارع ما يسمى شارع مستوطنة يتساهر حيث لغاية هذه اللحظة لم يكن هناك أي خروج للمستوطنين لكن حسب المصادر المحلية من المتوقع في اللحظات القادمة أن يكون هناك خروج للمستوطنين خاصة في ظل التواجد الكثيف لجنود الاحتلال على هذا الشارع الاستيطاني الرابط بين مدينتي قلقيليا ونابلس وما يسمى بشارع 55 الاستيطاني هناك تواجد كثيف لجنود الاحتلال على طرفي الشارع أيضا على هذا المفترق هناك تواجد كثيف لجنود الاحتلال لرصد الصورة أكثر في هذه المنطقة معي هنا السيد جمال يمين عضو مجلس قروي جيت ليحدثنا عن تفاصيل ما يجري في هذه المنطقة يسعد مساك بداية نتحدث عن ما يجري في هذه المنطقة في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة بحق المواطنين في هذه المنطقة يسعد مساك ومسا جميع المشاهدين ما يجري هنا في هذا المفرق بالتحديد هو سياسة إسرائيلية أكيد ممنهجة أصبحت بشبيه يومي تقطيع أوصال الوطن بوضع الحواجز أيعاقات تفتيش المركبات بشكل ممل جدا هذا ما يسمى بالعقاب الإسرائيلي للشعب الفلسطيني عقاب جماعي فرض سياسة أمر واقع تقطيع أوصال تخريب ممتلكات بواطنين إعاقة تغطيل عن العمل حركة يومية مشلولة باعتبار نابس محاصرة منذ أكثر من أسبوع على هذا الحال كما تشاهد في تقريرك السابق على هذا الحاجز هذا الحاجز أكثر من أسبوع يعمل على إعاقة بشكل مش طبيعي المركب الفلسطيني أو المواطن الفلسطيني يمكت أحيانا أربع أو خمس ساعات لحين عبور الحاجز الإسرائيلي سياسي بصراحة سياسة إذلال وقهر لشعب الفلسطيني ظنًا من الحكومة للإحتلال أن هذا الأمر قد يثني شعب الفلسطيني أو قد يكسر من مقامة المواطن الفلسطيني نعم أشكرك سيد جمال يمين عضو مليس قرأ ويجيت على هذه المشاركة يعني الإحتلال حول هذه المنطقة إلى منطقة مهجورة من السيارات الفلسطينية كما نشاهد أن هناك خلو كامل للسيارات الفلسطينية بفعل إجراءات الاحتلال في هذه المنطقة كل سيارة فلسطينية تمر من هذا الشارع تخضع لإجراءات إسرائيلية إجراءات احتلالية عنصرية معقدة عبر هذا الحاجز الذي ينصبه الاحتلال على مدخل قرية سرى الواصل إلى مدينة نابلس حيث يتم إعاقة وصول المواطنين إلى مدينة نابلس وذلك في حصار محكم على هذه المدينة نحن نتواجد في هذه المنطقة منذ أكثر من ساعة يعني الحاجز لم يسمح لأي سيارة فلسطينية المرور عبر هذا الشارع رغم ما نرى من تكدس لعشرات السيارات في هذه المنطقة وذلك يعني ما يفسر سياسة العقاب الجميع التي ينتهجها الاحتلال بحق الكل الفلسطيني أنا سنتواصل معك في حال أي تطور جديد أشكرك جزيلا في هذه المرحلة كنت معنا من بلدات جيت في غرب نابلس شكرا جزيلا لك